سأتحدث عن الأدبيات أو الثقافة أو البعض البيئي للدين. أنا والله العظيم أقصد أي شيء. لا يوجد شيء عليك. كنا نتحدث عن أهمية تصويب وإصلاح الخطاب الدين. فمرة قلت يا جماعة الواقع الذي نرى في منطقتنا والفهم والممارسات الدينية الموجودة في بلادنا محتاجة إعادة طرح فهم عصري ليس لثوابة الدين لفقه يتعامل مع المتغيرات والتحديات التي تبقى في كل مجتمع وكل وجيت مرة كلمت على وثيقة أن الطلاق تبقى غثيقة وثيقة مبتوبة لحماية حوق الناس. وبعدين من غير ما أذكر أي أسماء أو مؤسسات فتقال لي إحنا طرحنا الموضوع ده على لجنة علمية متخصصة نسبة كبيرة منها وفقت ونسبة قالت لا طب كويس طب ما أقرتوش لليه قالوا أصي أنت قلته ولما تقولوا أنت لو إحنا وفقناك إحنا إيه؟ من دعم مين؟ من دعم مين؟ السلطة؟ هذا الكلام يعكس الفهم الذي يحتاج إلى تطور تجاه دولة ودور لو أنت دايماً حطيتني أنا في مكان وأنت في مكان آخر هذا ليس حقيقي صح نحنا دايماً مع بعض ووزنوا التعبير أنت سمواتهم من كثير سمواتهم من كثير فبمجرد أن أنا طرحته زي ما نتكلم في كده بقى غير قبل التنفيذ الأحسن سيقولوا إيه؟ ده أنت مشجع إيه؟ يعني تسيب الحق لجل الكلمة دي؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر